هل تغيرت المواقف الدولية من عاصفة الحزم؟ يطرح هذا السؤال نفسه بقوة في الذكرى الرابعة لتدخل الخليجي في اليمن وهو تدخل الذي انطلق في نهاية مارس 2019 بهدف السعادة الشرعية إلا أن وقائع السنوات الماضية حملت معها نتائج فرضت تعديلات في مواقف الدول الكبرى خصوصا بعد اتهام السعودية والإمارات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين يأتي الموقف البريطاني في هذا السياق كشاهد على تعدل الموقف الدولي تجاه تدخل الخليجي من مؤيد مساند وداعم إلى مؤيد بتحفظ مشروط بتطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار حيث وكد كل من وزيري الخارجية والتنمية البريطانيين في بيان مشترك على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن كون الأزمة الإنسانية فيها هي الأكبر من نوعها في العالم وكان من اللافت أن البيان البريطاني الذي صدر بمناسبة ذكرى انطلاق عاصفة الحزمة تجاهله التام للعمليات العسكرية الحالية للتحالف وتجديد تاكيد لندن على دعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي وهو الحل الذي بدت بريطانيا منذ فترة قريبة مهتمة بتعزيز دعمه من خلال مبعوث الأمم المتحدة أو الجولات المكثفة التي يقودها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنتا والذي يعد أول وزير خارجية غربي يزور اليمن منذ اندلاع الحرب الموقف البريطاني من التدخل الخليجي لم يعد متحمسا للحل العسكري وهو ما كشفت عنه تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي أكدت أن أولويات المملكة المتحدة الضغط لاستكمال تنفيذ اتفاقية سوكهولمة وهي الاتفاقية التي عززت وفق مراقبين من موقف ميليشيا الحوثي على الأرض بالتزامن مع تكثيف دولي منتقد لمخالفة طائرات التحالف لما يعرف بقواعد الاشتبات